اشتركوا في القناة ويواصلوا الاعتماد على الزلزولي والان الى التفاصيل ولكن من قبل باش تكون اول واحد كتتوصل بجديد الاخبار العالمية والمغربية المرجو ووضع زر اعجاب واشتراك وتفعيل الجرس بانون الهدف هو نكون بحل اخوة واداء اليوم خدمة ستة اشهر شدد بضر بانون قائد المنتخب الوطن الرديف على ان المجموعة تسودها روح جماعية واخوية بين اللاعبين مؤكدا في الوقت نفسه ان المستويات المميزة التي ظهر بها اصد الاطلس في مواجهة فلسطين والاردن ضمن كأس العرب هي تمار ستة اشهر من العمل والاجتهاد والتحضير الجد وقال لاعب الاهل المصري بعد الفوز على الاردن باربعية نظيفة الحمد لله على هذا الاداء الكبير نحن نشتغل كمجموعة وهدفنا هو ان نكون مثل الاخوة اجواء نجابي وروح اخوية تسود المنتخب والكل يشتغل تحت ريات الوطن اداؤنا هو تمار ستة اشهر من العمل والتحضير وتابع المتحدث نفسه قائلا اود توجيه الشكر لكل اللاعبين الذين ظلوا مركزين طيلة اطوار المقابلة وكذلك كل من تجند خلف هذا المنتخب نحن لا نتصارع فيما بيننا على التسجيل بل كل من يتواجد في وضعية المناسب يتوصل بالتمريرات من زملائه لاداع الكرة في الشباك وهذه من ميزات مجموعتنا وسجل بانون الهدف الثاني في المقابلة التي آلت للمنتخب المغربي بربعية نظيفة يوقع بذلك تاني اهدفه في المنافسة لحدود الان بعد هدفه في المواجهات الاولى امام المنتخب الفلسطيني من ضربة جزاءه اسمع ما قاله مدريب الاردن بعد فوز المنتخب المغربي عليهم بربعية نظيفة اعترف مدريب المنتخب الاردني عدنان حمد بقوة المنتخب الوطني المغربي الرديف مؤكدا ان اسود الاطلس تفوقوا في المواجهة واستحقوا الانتصار بربعية نظيفة وذلك اليوم السبت برسم الجولة الثانية من منافسة المجموعة الثالثة ضمن مسابقة كأس العرب في فاقطر 2021 وقال حمد بداية اهنئ المغرب الشقيق على الفوز سيناريو المباراة في بدايتها باعترأ ورقنا حيث تلقينا هدفا مبكرا كنا نعلم جيدا ان المنتخب المغربي قوي جدا ولديه دور محلي على مستويات عالية كما ان تركيبة البشرية تتميز بمؤهلات فنية وبدنية قوية واضاف ما يحسب العموت انه تعامل بطريقة ذكية وحضر معنا لتفادي اي مفاجآت وهذا سر تفوقه اليوم امالنا لازلت قائمة وسندافع عنها في الجولة الثالثة من دور المجموعات الى اخر رمق عانينا من اصابات عديدة ونحن حسب ما اعرفه المنتخب الوحيد في البطول الذي انتهى موسمه قبل فترة وجزة من انطلاقة كأس العرب ومني النشام بالهزمة بواقع اربعة اهداف نظيفة امام المنتخب الوطني المغربي ليتجمد رسيدهم عند النقطة الثالثة عقب فوز في الجولة الاولى على السعودية علما انهم سيواجهون في المباراة الاخيرة من دور المجموعات المنتخب الفلسطيني شافي يستبعد اخو ماش من قائمة برشلونة لمواجهة ريال بيتيس ويواصل الاعتماد على الزلزولي كشف المدرب شافي هيرنانديز قائمة فريقه افسي برشلونة الخاصة بمباراة اليوم ضد دوري البيتيس التي سيحتضنها ملعب الكامب نو برسم الجولة السادسة عشر من الدور الاسباني وقرر المدرب الاسباني استبعاد المغربية الشاب اليس اخو ماش بعد ان وجه له الدعوة في اخير مبارتين كما دفع به اساسيا في دير بكتالونيا ضد اسبانيول الشهر الماضي من جانب اخر اختارت شافي مواصلة الاعتماد على المغربية الاخر عبدالصمد الزلزولي بعد المستوى الجيد الذي قدمه يوم السبت الماضي امام فياريال حيث شارك اساسيا وخاد 66 دقيقة ويسجل اليوم حضوره في قائمة البارسة للمرة التالية تواليا في الليجة وجاءت قائمة البارسة على الشكل التالي تيرشتغن ديست بيكي اراخو بوسكت شركي بوير ديمبيلي ديباي ديمير نيتو كوتينيو لانجلي لوك ديونغ البا فرانك ديونغ من جيزا امتيتي اريك غارسيا نيكو غافي بالدي الزلزولي ارنو تيناس بعد الزلزولي واخماش مغربيون اخر ينتظروا فرصة من شافي لتعزيز برشلونا في وقت تدولت فيه تقارير صحفية اسبانية طيلة الايام القليلة الماضية اقترب اللاعب قيسرويز عطيل اللاعب الجنسيتين المغربي والفرنسية اقتربه من مغادرة اسوار رديف نادي برشلونا كشفت صحيفة فيجاسيس نسبة الى مصادر من محيط اللاعب انه لا ينوي الرحيل وينتظر فرصة من مدرب الفريق الاول تشافي هرنانديز لابراز امكانيته والدفاع عن احقيته بين المكان له داخل الفريق الاول لبرشلونا وافدت نفس المصادر ان قيسرويز لا ينوي مغادرة نادي برشلونا قبل انتهاء مدة عقده وليس له علم بشأن الاخبار المتدول حول اتجاه ادارة البلوغران لاعارته خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة مرضفتان الاكثر من ذلك اللاعب يعمل على اتباة نفسه امام انظار المدرب الجديد للفريق الاول تشافي هرنانديز جديد بالذكر ان قيسرويز من ام فرنسية واب مغربي ويبلغ من العمر 19 سنة مر من فئة نادي باريسان جرمان الفرنسي ولعب لفريقه الاول سبع مبارية خلال الموسم الماضي منها مشاركة واحدة كرسمي وستة كبذيل قبل ان يضع حد لمغامرته الباريسية بسبب خلاف في المفاوضات حول عقده ويعود الى نادي برشلونا من فريقه الثاني بعدما لعب في لماسية من 2009 الى 2015 ولم يشارك قيس مع فريق رديف لبرشلونا هذا الموسم بسبب تعرضه لاصابات في الكاحل عرقلة انطلاقة موسمه وابعدته عن الميادين لما يناهز شهران قبل ان يتعرض لاصابة عضلية تانية حيث يشارك منذ بداية الموسم في مبارتين فقط مع الفريق الكتالوني وينتظر قيس رويز فرصته لمجاورة مواطني عبدالصامد الزلزول والياس اهوماش في الفريق الاول لبرشلونا علما ان هذين الاخيرين يشقان طريقهما شيئا فشيئا للانقداد على تقة تشافي وعلى رسمي داخل البلوغران تشافي بامكان ديمبيلي ان يصبح افضل لاعب في العالم قال تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونا الاسباني لكرة القدم ان عثمان ديمبيلي يمكن ان يصبح افضل لاعب في العالم في مركزه وذلك بعدما اشار اخوال لابورتا رئيس النادي ان لاعبه افضل من كليان بابي وينتهي تعقد ديمبيلي الذي تعقد مع برشلونا في 2017 ينتهي بنهاية الموسم وارتبط اسمه بالرحيل عن برشلونا في يناير وسيكون اللاعب الفرنسي الدولي بامكانه مناقشة العروض التي تصله من اندية اخرى الشهر المقبل اذا لم يتوصل لاتفاق مع برشلونا على تجديد عقده وكشف لابورتا عن ان المفاوضات مع ديمبيلي تسير ببطء عن المتوقع ولكنه اشار في اليوم التالي ان اللاعب البالغ من العمر 24 عاما يريد البقاء وقال لشبكة تيفي تري في اليوم التالي انه يعتقد ان ديمبيلي افضل من بابي وقال لابورتا لدينا علاقة قوية للغاية مع ديمبيلي وانه يريد البقاء وردا على سؤال عما اذا كان ديمبيلي سيشارك مع الفريق بدون ان يوقع العقد اجابت شافي لن يكون هذا هو الهدف اذا كان لديه عقد اعتقد انه يجب ان يلعب واضاف يجب ان تكون ايجابيا ولكن على الجانب الاخر انا واضح بشأن هذا اذا كنت مرتبطا بعقد فعليك ان تلعب ايضا لصورة النادي لا اقدر هذا الخيار لا افكر في هذا